نقل موقع أكسيس الأمريكي عن مسؤول أمريكي وإسرائيلي القول بأن الولايات المتحدة تستعد لتسليم قنابل كانت كزءا من شحنة أسلحة إلى إسرائيل تم تعليقها في شهر أبريل على خلفية مخاوفة تتعلق بالعملية العسكرية في رفح الفلسطينية وقال مسؤول أمريكي كبير أن مساعدين لرئيس جو بايدن أبلغ وزير دفاع الإسرائيلي آف جالاند بأن واشنطن ستواصل تعليق شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل لحين استكمال عملية مراجعة